مرحبا أهلا وسهلا فيكم اليوم منهار الثلاثة 2 نيسين إبريل شوف تدورات جديدة لكيفة الأبراج أكيد اليوم بعد الأمر موجود معنا ببرج الجدي والشمس متواجدة ببرج الحمل خلينا نشوف الأخبار كيف تكون متتالية لكيفة الأبراج بداية مع برج الحمل موليد برج الحمل يعني بديك تعيد النظر ببعض الأمور العملية والمالية وبتعد من المشيحنات وخليك هيك متيقص بكل تحركاتك وتكتم عن كل أعمالك والأفضل لإلك تحسن علاقاتك مع محيطك بالعمل وحتى مع رؤسائك بالعمل فيك تتقبل نصيحة بهذا النهار وبيقدر النهارك يكون إيجابي ولكن معقول تتزمر من بعض الأمور العملية بصحتك شوي يمكن هيك تتعب فبقل لك طول بالك وبكرة أكيد أفضل بكتير موليد برج الثور أنتم من الأبراج السعيدة متقلقين مهتمين بالكل في مشاركات بعدة أمور وعم تشتغل من قلبك وعم تعطي من قلبك يعني عم تهتم بالكل والكل عم بيهتم فيك وعم بتلاقي الدعم عفوا من الغريب أكتر من القريب بعد السر من نفس الوقت موليدة برج الثور في أمور تحكى بخصوص وراء عالقة قضايا مشتريات حتى الأمور العاطفية حل باليوم كتير مناسب للمصالحات كتير مناسب لفتح قلوبكم استفيدوا من هيدا نهار بالعمل استفيدوا منه بالسفر بتخلص وراء بالدراسات بالأعمال بالجمال فنهار بالفعل هيك في عندكم تقلق كتير والأمور تمشي كدومان أما موليدة برج الشوزاء اهتمامتك كلها بديك تكون صريح ما تخاف من شيء أبدا صحيح عم تهتم بالشؤون المالية ولكن كتير عندك صراحة وقادر تثبت نفسك وبتقدر تواجه الكل ما في شيء بيخوف أكيد الحزوز بدأت تكون متتالية بالفترة القادمة ولكن عيد النظر بأي أمر مالي واسترجي حقوقك وفيه اهتمامات ببعض الأمور العقارية وكمان عم تهتم بأهل بيتك وكتير مناسبة لمصالحات اليوم ولفتح صفحات جديدة ومولود برج الجوزاء عليك تكون هيك أكثر حرصا ببعض الإجابات اللي معقولة كتير يعني حدا يجرب يوقعك وانت زكي فما حدا رح يسترجي وقعك بالكلام ما هيك؟ أما موليد برج السرطان أنت من الأبراجي اللي اليوم يفترض أنك تعزز علاقاتك وتفتح صفحة جديدة بعدة أمور خاصة مع شريكك بالعمل الشريك بالعاطفة حتى فيه يعني عم بيطالك تفكير بالسفر بتلاقي في دعم أصدقائك حدا نوقف حدك اليوم ممكن يكون عندك عقد جديد مشروع جديد إنهاء عمل معين أو شراكة جديدة يعني هؤل الأمور كلها عم بتطالك ومن ناحية تانية شوي بعد قطقتك ضعيفة بدنا نطول بيننا مولود برج الجدي لبكرة عفوا السرطان لبكرة لتكون الأمور أفضل بكتير أما موليدة برج الأسد يعني بعدك هلأ الشمس تير عم بتعطيك قوة وزخم وأكيد الأمر عم بيشغلك بس عم بتلاقي من يساعدك مش كتير عاطل هيدا نهار يعني في خدمات في انتجات في مساعدات في واجبات بس قادر تلحق على كل شيء ما دور تطلو المساعدات من حدا لأنك أنت قائد وأصلا يعني هيدا الشهر مريح لإلك إلا وقت اللي بيكون في عنا إشي هيكي معاكسي كتير ولكن من ناحية تانية اهتم ملي بصحتك اهتم بغزائك ويمكن يكون عندك اتصال عاطفي أو اتصال عملي يفرح لك قلبك بهيدا النهار أو خبر عملي يعني ناطره على نار ولكن الأمور شوي بديك تنهي كل أعمالك غدا يعني النهار الثالثة وما تحمل أعمال لبكرة أما موليدة برج العزراء بعدك متقلق هيكي عندك مثل راحة عندك أطمأنين في صيغة بهيدا النهار بدك تتبعها بتغيير بعض الأمور يلي حاسس حالك إنه لازم تغيرها يمكن تعاطيك مع أفراد العيلي يمكن تعاطيك مع الحبيب يمكن تعاطيك بالشأن المالي والأمور كلها عم بطالك وكتير على بيلك التسلية كتير على بيلك هيكي الفرح السهر السمر الانطلاقات قلبك أي روح يعني أنا بقلكم نطلقوا موليدة برج العزراء وفي معتكن مكاسب مالية وكتير عم تهتموا بالكل والكل عم يهتم فيكن فالنهار عاطفة نهار عملة ونهار بزودك بالحظوص الكبيرة أما موليد برج الميزان فيه اهتمامات ببعض الشؤون بالبيت وفيه اتصالات مع الزوج أو مع الحبيب بعدة أمور بالطال بعض الأمور البيتية البعض يمكن عندهم مناسبة سعيدة بالبيت عم بيحضروا له موليد برج الميزان البعض عم بيجاهزوا عم بيحضروا تحضيرات تنظيفات ديكور جديد ناطرين حدا عم تتحمسوا لسفر يعني هؤل الأمور كلها عم بتطالك بسبورات الشي بخص شراء بيت نقلة بيت هؤل الأمور كلها عم بتطالك ولكن من ناحية تانية بديك تنتبه من التأخير والتأجيل وبعض الأمور العرقلة يعني انتبه من هالأمور هاي وكون قبل بوقت بكل الأمور وكل الموعيد اللي انت أخدها أما موليدة برج العقرب انت من الأبراج اللي بعدك منطلق ما شاء الله عليك عندك هيك خفة الدم وسرعة الفديهة بتقدر هيك تكون منافي الشرس بتقدر تكون الصباق والأنجح وهيدا النهار كأنه بدك تشتغل كذا شغلة وبتلحق على يوم كله بدك تشتغل بالعمل وبدك تكون عندك اتصالات كتير وشهرة اجتماعية وشهرة على السوشيل ميديا وبتنجح بالعمل بتنجح بالامتحانات بتنجح باللكاءات بالتسويق بالكلام انت محور الحديث بتكون فكرميل هيك حتى العلاقات العاطفية بتكون حلوة اليوم فأيا مبيدرة بدك تعملها اليوم بتكون مكللة بالنجاح أما موليد برج الكوس بعدك منطلق ثقة قوة نشاط ما شاء الله عليك شمس عم بتقلك طلب وتمنى أمر بالبيتك التاني عم بيكسبك عم بيزودك بأمور عدة صحيح عم تصرف أموال بس بالنحية تاني عم بيكون عندك مكاسب ميلية وكمان في أمور عدة بدك هيك تنقشها مع الحبيب أو مع أهل البيت بأمور نقلة بأمور شراء عكار بأمور تسديد ديون لبيت تسديد ديون لبعض الأمور اللي الخصوصية لقلها كل أمور كلها بتطالك بس أكيد بتظلك بارتاح والخير لقدام أما موليدة برجل شدي أنت أكيد الأمر عندك فأنت من أقوى الأبراج فهيدا نهار بيحمل لك المفاشئات بيحمل لك الأخبار بيحمل لك الطاقة والثقة والجميل وبتقدر اليوم تكون من أقوى الأبراج وأنجح الأبراج وأجمل الأبراج وبقل لكم تلقوا بأي بديات جديدة لأنه كل الأمور بدأتكون الأصال حكمية بالمية الأمر عندك والأله والأله معك على كيفة الأصعدة بتجني أما موليدة برجل دلو يعني عم بيكون عندك بعض خيبات الأمل مشحنات عدة أمور مع بتكون على خاطرك خيبات أمال من بعض المقربين تعب نفسي تعب جسدي عبيلك تكون لحالك ولكن أنا بقل لك فيك تشتكر شغلك على روا وتبتعد عن الناس المستفزة وكون قد المسئولية وصدقني الأمور بتمشي بس أهم شي تبتعد عن البدايات الجديدة عن التواقيع وانتبهوا على غراضكم على أموالكم على الضياع وما تبشوا بطرقات هيك مجهولة أما مواليدة برج الحوت بعدك في الأبراج السعيدي المتقلقة المندفعة النهار بيحملك يمكن تحقيق أمنية تحقيق رغبة معينة المكاسب المالية بتطالك الكلام الجميل بتطالك والأطراء بتطالك كتير مناسب اليوم للبدايات الجديدة وللعلاقات العاطفية والعلاقات العملية والعلاقات مع أصدقائكم بدأت تكون رائعة بتطالكم المصالحات فكرميل هيك هذا النهار بديكم تبدو من البداية للنهاية بطريقة حلوة واكونوا دبلوماسية وصدقوني الأمور بتكون لصلاحكم هيك بنكون نهاينا الأبراج لهذا النهار ودايما نبرشك مع رولا أحلى أكيد شوفكم على خير بديو أو ابداية لابylene مستخدمين خير